مرحبا بكم في ترند من الأخبار الأكثر تداولا عبر مختلف الحسابات الإخبارية المحلية خبر للطالبة زهراء الحايكي من مدرسة جدحافصة الثانوية للبنات التي قدرت أنها تعيد تدوير الورق المستخدم والاستفادة منه في صنع ظروف لحفظ البذور القابلة للزراعة بهدف الحد من التلوث وزيادة الرقع الخضراء في البيئة وتحسن المناخ مشاهدين نشار الحساب الرسمي لمجلس الصحة الخليجة عبر منصة انستجرام مقطع فيديو رداً على الشاعة المتداولة التي تقول يقل احتياجنا لشرب الماء خلال فصل الشتاء دعونا نتابع يعتقد الكثير من الناس أن حاجة الجسم لشرب الماء تقل في فصل الشتاء في الحقيقة أن حاجة الجسم لشرب الماء في الشتاء لا تقل أهميته عن الصيف لكن في فصل الصيف حرارة الجو تساعد الشخص على تذكر شرب الماء على عكس ذلك في فصل الشتاء كما أن الماء يساهم بتنظيم درجة حرارة الجسم ووظيفته الأساسية هي الترطيب وتنظيم العمليات الحيوية مما يساهم في تنظيم درجة الحرارة عن طريق زيادة تدفق الدم وقد يشعر البعض في فصل الشتاء بالخمول الصداع قلة التركيز جفاف الفم والجلد وجميعها مؤشرات تدل على الجفاف واحتياج الجسم للماء لذلك يجب الحرص على شرب الاحتياج الكافي من الماء في كل وقت ويمكنك تذكير نفسك من خلال ربط شربك للماء مع سلوك تمارسه خلال يومك دمتم بصحة وعافية من القصص الغريبة المتداولة عبر منصات التواصل الاجتماعي والللاقة التفاعل كبير قصة لعملية إنقاذ رجل يبلغ من العمر 47 سنة ضاع وسط البحر الكريبي لمدة 24 يوم الغريب أن الرجل قال عشان أقدر أبقى على قيد الحياة طوال 24 يوم كليت الأكل الموجود عندي وهي عبوة من الكتب ومسحوق الثوم ومكعبات المرق مخلوطة مع الماء وقدرت من خلال المنظرة اللي معاي أرسل إشارات بنعكاس الشمس لطائرة شفتها تحلق في السماء نعم التكنولوجيا مثل ما عودناكم نستعرض آخر الأخبار التغنية وهذه المرة مع ميزة يديدة في منصة انستجرام وهي عبارة عن ميزة الوضع الهادئ هذه الميزة تعطي فرصة للمستخدمين يعيشون الهدوء مع أنفسهم في ظل وجود الهاتف بجانبهم باختصار تقدر تفعل هذه الخاصية ومنعقبها ما بتيك شعارات ولا رسائل وفي المقابل راح يرسل التطبيق لكل من يرسل لك رسالة رد تلقائي يخبرهم أنك في وضع الهدوء مشاهدين نشر محمد الرشيدي خبير الأمن السيبراني وصانع المحتوى التغني عبر حسابه الشخصي بمنصة انستجرام مقطع فيديو توعوي يوضح فيه طريقة مهمة لأولياء الأمور في تفعيل إعدادات لحماية الأطفال من المقاطع غير اللائقة عبر منصة اليوتيوب خلونا نتابع حماية الأطفال من مقاطع اليوتيوب الغير لائقة اللي تطلع لهم وما يتصفحون اليوتيوب شلون نقدر نسكرها؟ تابعوا معاي الشرح الطريقة كالتالي ندخل على اليوتيوب بعدين نضغط على صورة العرض الخاصة فينا بعدين لأعدادات بعدين نختار أعدادات عامة يفتح لنا الخيارات هذه وضع تقييد المحتوى يساعد وضع تقييد المحتوى على حظر عرض فيديوهات ويحتمل أن تكون مخصصة للبالغين يعني أنت شبيح عمية الأطفال من الفيديوهات اللي ما تناسب عمرهم وانت كولي أمر مسؤول مسؤولية تامة أنك تتابع الأبناء شنو قاعد يلعبون وين يدشون من خلال البرامج اللي يستخدمونها وأتمنى نشر الفيديو هذا لأكبر عدد من أولياء الأمور لتفعيل هذا الخيار والمهم جدا الحفاظ على الأطفال ويكونوا في بيئة آمنة في استخدام اليوتيوب إن شاء الله وبالنهاية أتمنى ما تتهاونهم في تفعيل هذه الميزة أنا حماي لك ولأبنائك ومستقبلهم إن شاء الله مشاهديننا وصلنا معاكم لختام حلقتنا لليوم وقبل أن نودعكم ندعوكم لمتابعة قنواتنا التفاعلية لمركز الأخبار على مواقع التواصل الاجتماعي الظاهرة أسفل الشاشة وباقم البرامج اللي تقدمها قنوات وذاعة البحرين عبر تطبيق بي اشتفيه ان راديو مع السلامة اشتركوا في القناة